بمناسبة عيد الفطر المبارك بتستعد الأسر المصرية لشراء الرنجة والفسيخ وطبعا الأسواق بتشهد إقبال كبير على الرنجة والفسيخ والملوحة والأسماك بمختلف أنواحها ومهما ارتفعت الأسعار هتفضل الناس تحرص على شراء كمية ولو بسيطة أسعار الرنجة الهولندي ب60 جنيه والرنجة بالبطارخ ب70 جنيه وأما عن الفسيخ بـ 170 جنيه والملوحة بـ 170 جنيه والسردين بـ 60 جنيه والسمك البولتي بـ 48 جنيه والجمبري بـ 140 جنيه والمكرونة بـ 60 جنيه والتونة بـ 48 جنيه وبتختلف أسعار الرنجة والفسيخ من محل لمحل حسب نوعيتها طبعا أكيد ما نقدرش ننسى الأكلة دي من غير اللمون والبصل الأغضر بالنسبة لكيلو اللمون فهو بعشر جنيه وثلاث حزم بصل أغضر بخمسة جنيه في النهاية أحب أقول لحضراتكو كل سنة وإنتوا طيبين وعيد سعيد على حضراتكو وكل حبيبكو أشكركم مشاهدين ومتابعين موقع وجريدة فيتو من كل مكان كنت معيكو مونة إبراهيم حمزة تصوير محمد إبراهيم اشتركوا في القناة